يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم من أطاع الأمير فقد أطاع الرسول ومن أطاع الرسول فقد أطاع الله هل يدخل الأمير في السفر في هذا الحديث؟ له دخول في هذا إذا اخترى المسافرون لهم أميراً فإنه يطيعونه وش فائدة تجل إنه أمير؟ يطيعونه يدخل في عموم الحديث يدخل في عموم الحديث لكنه إمارة موقتة إمارة موقتة في السفر ولهذا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً على جماعة وقال لهم اجمعوا حقباً فجمعوا حقباً فقال أوقدوه فلما أوقدوه قال ادخلوا فيه ادخلوا فيه ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا ادخلوا في النار فتشاوروا بينهم فقال حنما حنما أطعنا الرسول إلا لأجل الفرار من النار كيف ندخل أنفسنا في النار فأبوا أن يدخلوا في النار فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكروا ذلك له قال لو دخلوا فيها ما خرجوا منها لو دخلوا فيها ما خرجوا منها إنما الطاعة بالمعروف لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق نعم